بعد نحو عشرة أشهر على انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم تقريبا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراهن على اكتشاف علاج جديد يختلف عن كل ما سبق الإعلان عنها يأتي ذلك بينما تسجل دول كثيرة أرقام قياسية بعد أن كانت خلال الأسبوع الماضية تسجل أرقام أقل مما كانت عليها في بداية انتشار الفيروس فيها ففي البرازيل تم تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة و739 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ويعتبر رقم كبيرا مقارنة بما تم تسجيله سابقا وفي بريطانيا قال بورس جونسون رئيس الوزراء إن بلاده تشهد موجة ثانية من تفشي الوباء وإنه لا مفر من مواجهة هذا التطور وقال إنه لا يرغب في فرض إجراء إغلاقات على نطق واسع غير أنه من الضروري فرض قيود أكثر صرامة فيما يخص تباعد الاجتماعي وفي روسيا التي أعلنت سابقا عن اكتشاف لقاح للفيروس تم الإعلان عن أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 42 مليون عين وعادت إيران لتسجيل أرقام جديدة في أعداد المصابين والوفيات حيث أعلنت أن الوباء أودى بحياة أكثر من 24 ألفا حتى الآن